نشوف مناقشة المهندس عبد القيعي للباحث في هذه الرسالة المهمة مش في القادل لا في جمهورية مصر العربية أولا كان ينبغي الشرح اللي أنا بقول لك سفر أهمية ليه أنا نروح للعلاقات اللي بقتل منها لأنها أفضل ونساعد النمرة الثاني على قدر أهميتها على قدر خطورتها يعني الإيجابياتها ممكن تكمل في سلبيات وسلبياتها ممكن تكمل في جزء من الإيجابيات إن أنا لما أقصر إلى مرحلة التصوير الإلوتروني تسربة واحدة حد يدمع مش مزقوط يبعى لبضاعها ومش إيه اللي إنت المضاع حتى خدر يقدر بسوء دونها فكان ينبغي لأيس الشهيدة وضعانة أغرياء كده مفروضة كل مجال باحث الضوء أنا قلت التكافل بين الحدس والتعرض ويه والنادي الأهلي والتولس التلاتة التلاتي في تكاثر فاختيار الاتجمال مع اختيار دراسة الوسيلة اللي هي ايضا المول القادم هنا الزباد المتكافر قلتك يعني موتهاش بس حققتك قل طالما انك حققتها نذكرها بشكل مباشر انت يكتست على وين وانا حييتك على هذا كان ياما يبقى اتروح لشبكة بشركات ايه الاخرى المالتي ناشنال الكبيرة عبراطة عشان ربما وين مع ايه بتكلم الحدث عالتليفون فربما الوسائل الالترونية تكون تناسبها قوي انا كنت عايزة اروح لشبكة مثلا للمياه الغازية هلا تحتوصها نفس النتائج ولا نتائج مختلف ربما على فكرة تحتوص نتائج كمال اقوى حالا اكيدة يا دكتور بعض الاطقاء الوريال البسيط ودي اسهل حاجة في الموضوع يعني مثلا جدوى مشكلة ايه حاجات كده عشان تبقى انت راجل اللي يعني في الموضوع العالي انا خلصي كلامي ومستعدي افرد بر موضوع لا انا احنا عايزين التسويق الرياضي التجربة التسويق الرياضي حضرتك انا مش اكلم انا راجل عندي شرف من النادي لاحي الرياضي وهذا الشرف خلاني مفكر ليه النهار لحدة موصلت قبل ما اتعمل اي حال اسمها تسويق النسويات الحقيقية هي الماير مش عشان تتفعل عشان استخدمها في انها احصل على اكبر عائد بكل شيء انا ليه النادي الاهلي بياخد اكبر عائد في الباس التلفزيوني لانه اصبر عدد من البشر بتاعه لاحداث الرياضية بينهم متمينين للنادي الاهلي فلما يكون الحدث مقتبت بالنادي الاهلي انا بضمن السوق بتاعي عشروات الملايين بدليل ان انا واعي لا لعيب كورة ولا مشهور اصبحت لدينا حيثية من خلال ان الناس تبعد مجهول متواجع دنته النادي الاهلي وعلى شاشة التلفزيون انا مزهول من نتيجة على ارض الواقع لما بلاقي ناس على الكلامة والمدين والمتاعه انا نمضي يعني لو النادي الاهلي هنجع تزيل التلفزيوني طيب النقطة التلفزيوني هو الناس تسبق الازمة تسبق المشكلة اصارح وبكبت الحسن بعديد ثم جاء الخطيب يقوم للمسيرة ادركوا من النادي الاهلي بحجم تأثيره لازم يسبق الخطيب اول نادي عمل مجلة مجلة النادي الاهلي هي النموذب الوحيد في تلف الصحافة اللي يكسب من التوزيع ما كانش عندنا صمت يعني انا وانا ذكرت لما المحافظة تحفظت على امان النادي الاهلي كان الكابتل حسن حمدي بيصرف على النادي من ارباح مجلة الاهلي كانت بتبسل تلاتة مضيوب جنيه واكتر من كلها في بعض الحال من مين توزيع ليه عمل بجنيه اذا اسم النادي الاهلي ده خلاننا نفكر طيب اذا كان المجلة عملت هذه النقلة فما بقى لك بقى لش تسويق حقيقي لما يبلكه النادي الاهلي فانا عايز عنك مقنة للإستخدام استجمع اكتشرت بقى ان التسويق او المتاجرة في الميديا لأول العملات الرباحة ومن خلالها عملت شركة الاهلي اللي ينتاج الإعلامي وده القضية لازم يريد ان ينضل وشكل الاهلي هو اللي حينضل فيها لوحده طب وهو الاهلي اللي بيعزق للوكالات ليه مع انه يقدر الوكالي بتقضي الحقوق منك وترجع تعمل لها بعادة بيع وتلسى بكتر الفرق ده ما يروح للنادي الثاني انت لو خذت شركة شركة لوحديهم لو انت لدي تعمل ادارات معترفة للتحصيل اثنين لصيادة المنتج يعني انا لما انا لما كنت بروح للهرامة الاول لولادة لأي شركة انا مش مسؤول عن الاوت دورس طيب اللوحة واحد النور الطافة يرجع يدفعني غرامات ليه انا ومعديش ادارة للمنتج مش حالين في الشوارع لكن الامكانات المحترفة عندها هذا الكلام فهي تتحمل صيانة العلاقة وحقوق المعلم اللي هو الواعي انا كناخد نادي تبع الدول انا اخضع للجهاز المركزي لان الشركة اه الشركة فيه شركة لكن انا كناني المسؤول عن الشركة امتلك تسعة وتسعين في المية من اسهم الشركة الان اللي تاجي الاعلان التي تمتلك واحد وكمسين في المية من القناة التليفزيوني فانا الواحد في المية ده مين ستدور عاملين في الناجر ده ما بجيبش الشريف مينكفني حد ستدور عاملين في الناجر يأخذ مني لجوز من القراض منها بقى العمل ومنها اللي زدنا في القيقنا كل السيطرة لنالي الأن بشكر جميع الدكتور بشكر الدكتور محمودة بنهد وبشكر الدكتور تمر عاشري